من داخل المركز الإعلامي لنقابة المحامين أحييكم وأقدم لكم حلقة جديدة من أنت تسأل والقانون يجيب ورد إلى المركز الإعلامي سؤال بيقول بعد وفاة والدي رحمه الله رفع شخص علينا كورثة دعوة للمطالبة بمبلغ مالي مكتوب في ورقة كان والدي مفروض أنه على حد زعمه والدي كتب له ورقة مضمونة أن عليه دين لهذا الرجل الراجل اتحرك بعد وفاة الراجل اللي علي فلوس اللي هو والده أو مورسهم اتحرك ورفع عليهم الدعوة سؤاله بقى ما هو موقفنا القانوني وما هي الدفوع القانونية التي نتمسك بها أنا عايز أقول للسائل لا تقلق لأن موقفك القانوني موقف جيد وإن كان على المستوى الأخلاقي وعلى مستوى الحقوق وأعطاء الحقوق إذا كان والدك أنت متأكد أنه هو عليه الفلوس دي فلازم تردوها لهذا الراجل ولكن كل هذا لا يكون إلا في حدود ما قال إليكم من التركة يعني حتى لو خد حكم إلزام الورصة بسدات مليون جنيه هذا الحكم لا قيمة له لأنه سيتضمن في المنطوق فيما قال إليهم من التركة وبالتالي بالنسبة للزمة المالية لكل شخص فيكم فهو غير ملتزم بهذا الدين إذا كانت التركة قد تم توزيحها وما فيش بقى لشهر حق إرث ولا عقد إسما رضائية موسق ولا كلام من ده نرجع نقول أن ضمير الورصة بشأن إبراء زمة مورسهم من هذا الدين يقتضي مراجعة هذا الأمر إحنا ما بنتكلم في القانون لابد أن ننظر إلى الجانب الأخلاقي وجانب الضمير وهو القانون نتحط عشان كده جزء ده لازم ما ننسوهش أبدا إذا كانت التركة محددة بأدلة قانونية ومستندات واضحة وقاطعة يبقى إذن القاعدة أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون وبالتالي يجب على الورصة هنا قبل أن يقوموا بتوزيع المراسة على أنفسهم أو التركة عليهم أن يقوموا أولا بسداد المستحقات أو الديون التي كانت على عاطق والدهم أو مورسهم طيب لو أنهم شكوا في أن هذه الورقة صحيحة يعملوا إيه؟ لهم حاجتين لازم يعملوها الحاجة الأولية أن يدفعوا بالجهالة أن يدفع أمام المحكمة الورصة دول يدفعوا أمام المحكمة بالجهالة يعني إيه الجهالة؟ يعني إحنا ما نعرفش حاجة عن التوقيع ده بتاع أبونا ولا مش بتاع أبونا وبالتالي المحكمة هتحل التحقيق لمحاولة الوصول هل هذا التوقيع صادر من مورثهم أم لا طيب إفرد التحقيق لم يصل إلى النتيجة المبتغية أو لهم الهدف لهم ما بيصعوا ليه يتمسكوا بعد كده بالإيه؟ بالطعن بالإيه؟ بالتزوير وبالتالي إحنا بنقول خلاصة هذا الأمر أنك ملتزم في حدود ما قال إليك من تركة والدك في شأن الديون التي كانت تستحق على والدك أشكركم جداً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر